نطلع العنوان 28 شارع شارلت جول خمسة بالحب والنبا يا صاحب 28 شارع شارلت جول ودي كويت 8 مين إياه لأ ما قليش جنبيل حقيقي كويت 8 مين إياه طب استان نتر ألو أه دكتور بيرا أنا نزلت في مكان غريب كده وحوالي ناس غريب أنا مش عارف أنا فينا دكتور بيرا طبت إزاي عاصفون أنا مش مرديك بوصلة يا ابني ما هي واعت مني وأنا طائر فوق المحيط الأطلانتي وأنت عارفني معرفش عووم طب عاصفون سأل أي حد من اللي عندك أنا مش فضيلك أنا بشتغل ما أنا سألت راجل جنبي كده صاحب بقرة لابس عريان وبيتكلم لهجة غريبة غالبا يعني بيتكلم أجنابي بقرة طب يدهول أكلمه طب استاني اسبيك دكتور بيرا مات كويت ناي سامجا مات كويت ناي سامجا قوله بقى شارلت جول قوله بقى مات كويت ناي سامجا شارلت جول مات كويت ناي سامجا مات كويت سامجا يا عم هاتم تا بتقول له انت كمان قعد اكتور بيرا يا عصفور أنا مش فاهم منه أي حاجة وصف لي اللي حواليك بالزبط بص أنا واقف كده قدام قصر كبير عامل زي قصر عبدية وفيه قب عاملة زي قبت المسجد كده وحواليك نينة كبيرة فيها ورد اه فيها ورد كتير يهمة والراجل ده شعره نعم كده وبيحترم البقرة ها شعره نعم وابدأ تمام عصفور انت في الهند فين؟ في الهند يا نهر ازرق عالتسويحة دي تسويحة ديها دكتور بيرا ما هرجع انا ازاي دلوقتي طاي لا ركز معايا بقى بص اللي قدامك ده تاج محل ايوان عند الزفت ادي تاج محل لدهرك واسيبي اليمين اللي بعده وخش تاني يمين وخليك طاير شوية حتلاقي باكستان عديها حتلاقي اوز باكستان عديها حتلاقي افغانستان عديها حتلاقي اليمن اسأل بقى هناك هما بيتكلموا عربي زينا يعني انزل اليمن واسأل ماشي حانزل اليمن واسأل يا الله دكتور بيرام بسلام مشكرين يا عم ايا بيرام مختفي ليه احنا مش كنا متفقين تيجي وتوريني ناتجة التجربة بتاعتك سمحني يا دكتور انا اصلي عارف ان الايام دي انا مترائب فخايف اجيلك يكون حد ماشي ورايا مترائب برضو ولا النجاح والشور اخذتك مني ها وبتطلع مصالح من ورا الرجل بتاعك فلوس بدأت تجربة ايديك انت في حد يقولك حاجة انا مش بحتاج حد يقولي حاجة انا عارف دماغ كويس مش دا الهدف من العلم اه عندك حق يا دكتور انا اصلا كنت حلاص ما تقولش حاجة تجيلي بكرة في العنوان اللي هقولك علي دلوقتي وتجيلي معك الرجل اللي عن نبي عايز اشوف نتيجة اختراقك حاضر اه يا فاروب ايه اه يا فاند من عطريها وهو العقرب قدامي ومعاه الشانطة حاضراتك جيانستيلي كمين العمرية تمام يا فاند انا داخل عليهم اه شكلنا كده انظام يا حبيبي هننجح في اول مهمة دينا مع بعض موسيقى شبهوا لي دا رخص افتح لي الشانطة الشانطة اوكي افتي حاجة مفيش حاجة سمعت الكلام اه افتح الشانطة اوكي افتح الشانطة 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 ها فلتها؟ اي اي الشنطة اي خدمة تانية تايسير بيه تايسير؟ انت تعرفني؟ طبعا اعرفك زي ما انت تعرفني كويس قوي واعتقد انه هارده لك يا تايسير بيه الشوت التاني انتهى دول ماتش كله انتهى الكلام ده لو كنا بنلعب كرة قدم بس احنا عقرب ممكن تعتبر ان احنا بنلعب بسكت يعني لسه فيه شوت تالت ورابح اتضل عرب ده حاجة؟ انت ناسي حاجة مهمة اوي ايه هي؟ رخص واخد بالك عشان هتخلص كمان تلت شهور يا راجل اه اتضل كان ليه سبع تجوان كلهم كانوا في صايد نايس كمان يا كابتن صريح يجي مراته وعياله ويفرش جوا الجول هو دا مصطفى مصطفى يونس من وهو كان بيتمتع بخفة ظله وتعليقاته اللازعة أقول لي صحيح يا اهوة لاشيتوس انت حضرت الكابتن مصطفى لا لاسف طبعا ما حضرتهش بس الكابتن مصطفى غني عن التعريف منور يا واحد يا جيد ربنا خليك أبصر إيه أمل منور كل عاجع يا لوحبي مين ده؟ آآ ده 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 الكابتن الكبير عرفاط 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 أه والله أنا أعرف الزعيم الراحل ياسر عرفاط لكن عمري ما سمعت اللعيب كورة بالشكل ده اسمه عرفاط عرفاط يعني آآ اللي ما يعرفك يجهلك يا كابتن مصطفى أنا كابتن عرفاط عرفاط كابتن فريق نيكلة في الستينات آآ نيكلة على كده الجمهور بتاعك كله ملاليم الله عزيزه عزر عصفور إزاك أبيتة يا غامن مواضي إزاكت هنا إزاك؟ تسلبت من على المواسير وما دخلتش من البابا على طول إيه? عشان مش عالدة شوف خلق اتعمك العاكرة ما تبقيش غلصة بقى بت شوف اي جبتلك اي من بلاد برا فستان فرحك انا مش هلبس الفستان ده يا عصفور برضك الكلام سليفت ده تاني يا فاتن ايوه عشان اختك فرز تاني بقى لي اربع سنين في الجامعة الا ما حد اتصف نظره وبصلي يا بيت يا بيت يا غامقة ده انت لو 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 الرجل العناب زت نفسه شافك حيدب في كده انت بتتمقلز علي يا عصفور بقى الرجل العناب اللي زي الامر ده هيبصل انا؟ زي الامر؟ السكنت ما شفتش اللي تحت المسك ايه؟ لا ولا حاجة بقولك ايه ها؟ بالسكن شين دول خليهم معاك ولو احتاجت الزيادة بقوليه ايه يا عصفور ده كله؟ انت ورست ولا ايه؟ يعني انا هورس وانت مش هتورس ازاي احمارة اه صحيح بقولك يا بيت اخر امتحان عندك امتا؟ بعد بكر خلاص تروحي بشنطة هدومك اول ما تخلص امتحان تانك جاية عندي على طول على مصر ماشي؟ بجد يا عصفور؟ بجد يا عصفور يا مادة كريم يا رب بس هما يعني بترقى علي وانا في المنصور اما لما روحوا القهار هيعملوا فيا ايه؟ طب بس بس خامسة بالحب عشان معاك لي فهورك اه دكتور بيرم اه صحور انت فين؟ انا في اسكندرية بجيب الوردر بتاع الدور انا حتى في عرض البحر او الموجعال ايه ما حتى اسمع صوت البحر كده؟ سمع عن صوت البحر اه دكتور؟ انت فين انت بقى؟ اه انا في محطة مصر في محطة مصر بوصل امي للاطرة عشان مسافرة النهاردة للبلد حتى الاطر شغال جنبي اهو اه تسمع صوت البحرة؟ 이즈 تصبح عصفور as you say انا كنت بتاعع يهي في البحر؟ اه لا انا طاير فوق البحر حتى في شوية عصفير جايين في بوش عكسة هاهم حتى اسمع صوت العصفير؟ سيو 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 سيو. اه اسمعت صوت العصفير؟ العصفير بتعمل ايه بالليل ايه اللي طلحها بالليل دي؟ ما انا مش عارب دلسكرانيين دول بقى ولا ايه؟ المهم عصفور اقام الحسابة دوله ان انا هاخدك الصبح ونطلع عند دكتور شيحة. ماشي? خليك جاهز. يلا سلام. يلا بينا يا ابنودي. ما بلاش هبيره. يلا يا ابنودي انت خايف ليه? ما بلاش هبيره. يلا. يلا. السلام عليكم. هو انت? اه عايزي. اه لا انا بس ابنودي كان جاعين فورتا جاء كله من عندك اه. انا مش جاعين. بس اجاعين. رتع ايه ابنودي دبعا ان انا مش جاوهي بان خبش اونا من قبل اشتر 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 اونا